وقع سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال ومعالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقلي والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم في مجال سلامة وصيانة الطرق وبهذه المناسبة أكد وزير الأشغال على العلاقات الأخوية الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والحرص المستمر على تعزيز العلاقات في شتى المجالات مضيفا سعادته بأن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود تبادل الخبرات والتعاون بين البلدين الشقيقين وستسهم في تحقيق المزيد من التعاون المشترك في تطوير البنية التحتية وسلامة وصيانة الطرق من خلال توحيد الجهود لاستمرار التقدم والتطور والتكامل بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين وأوضح الوزير إلى أن التعاون بين الطرفين سيشمل تبادل الخبرات والمعرفة في كل ما من يخص سلامة الطرق وأفضل التقنية الحديثة المستخدمة لتقييم وصيانة كأنظمة المسح والتقييم وكذلك تبادل المعلومات العلمية والفنية وتبادل الزيارات للمهندسين والخبراء والفنيين المختصين في مجال الطرق وغيرها سعداء بزيارة معالي الأخ صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية في مملكة العربية السعودية والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وما توليه القيادة في المملكتين من اهتمام في تطوير البناء التحتية بشكل عام يأتي توقيع الاتفاقية التفاهم المشترك بيننا وبين وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز هذا التعاون من أجل سلامة وصيانة الطرق تهدف إلى خفض الحوادث المرورية ويسهم أيضا في تقليل نسبة الإصعابات والوفيات ترجمة نانسي قنقر